يستعد لاعب منتخب الجزائري سوفيان فيغولي لخوض تجربة جديدة في الدوري التركي بعد نهاية تعاقده رفقة نادي غالاتا سري التركي بعدما قضى خمس مواسم كاملة داخل الفريقي أتم اللاعب الجزائري الاتفاق مع نادي فاتح كاراجمورك والذي ينشط في الدرجة الأولى التركي وذلك لمدة موسم ونصف ويمتلك فيغولي سجل متميز في الدوري التركي حيث نجح في تسجيل خمسة وعشر هدف وصناعة سبعة وعشر هدف يذكر أن الفريق التركي يدربه اللاعب الإيطالي أندريه بيرلو والذي طلب ضم اللاعب إلى الفريق وتأتي موافقة فيغولي حيث يشكل الانتقال تحدي جديد بالنسبة له من أجل العودة من جديد إلى تشكيل منتخب الجزائر الأساسي